تراشق إعلامي عبر بيانات رسمية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إثر تعثر المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة حكومة الإقليم تقول إن بغداد تماطل في إرسال رواتب موظفيها وترد وزارة المالية الاتحادية بالقول إن أربيل تتنصل عن مسؤوليتها عبر إلقاء اللوم على بغداد كل الحق للحكومة الاتحادية وللآن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالالتزامات الحقيقية وفق الدستور المادة 114 وأيضا وفق قانون الإدارة المالية لم نلاحظ التزام كامل الاجتماعات السابقة التي عقدت بين بغداد وأربيل انطلقت على أساس كتاب رسمي من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة الإقليم للدخول في اجتماعات مكثفة للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن ملفات النفط والمنافذ الحدودية والموازنة والواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل إرسال أي دفعات مالية إضافية لكن وعلى ما يبدو فإن التفاهم غاب عن هذه الاجتماعات على الحكومتين حكومة إقليم كرنوسان وحكومة المركز يجب أن يتفهموا بأن التحديات هذه المرة أكبر من أننا نتماطل في حل حالة وتصفير جميع هذه المشاكل بين الإقليم وبين المركز لأن هناك تحديات صحية كبيرة أمام الحكومتين وهناك تحديات مالية حقيقية أمام بغداد والإقليم أيضا ومنذ شهر نيسان الماضي زار الوفد الكردي العاصمة بغداد ست مرات للتفاوض مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن المسائل العالقة إلا أن الاجتماعات الستة لم تخرج باتفاق واضح ينهي الخلافات العميقة المستمرة على امتداد الحكومة المتعقبة ما بين ادعاة حكومة إقليم كردستان ورد الحكومة الاتحادية يرى سياسيون ومراقبون أهمية جلوس الطرفين إلى طاولة حوار مفتوحة وبدء حوار جدي يستندوا على الدستور لضمان حقوق الطرفين محمد جبار العراقية الإخبارية بغداد